تنوعت أدوار التي أجادها باحترافية كبيرة فسكن قلوب الجماهير المصرية والعربية وجسد عشرات الأدوار الفنية باقتدار ممدوح عبدالعليم الفنان المختلف والمتميز بين أبناء جيله والذي يمتلك قدرات خاصة متنوعة ومتعددة رحل قبل أن يفصع عنها جميعها الرغم من عطاء الفن المتميز ولد ممدوح محمود عبدالعليم محجوب في عشر نوفمبر عام 1956 بمحافظة المنوفية حاصل على باكلوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية بدأ التمثيل منذ صغره في برامج الأطفال ليبدأ مسيرته في سن السامنة من العمر بدأ التمثيل في مسلسل الجنة العزراء مع الفنانة كريمة مختار ثم يقدم مسلسل للأطفال وليد ورندا في الفضاء يحكي الفنان ممدوح عبدالعليم أن التمثيل كان له أهم من أي شيء آخر منذ أن توسم فيه والده موهبته عندما يكون مع شقيقيه فرقة سموها بالكتاكيد وأخذوا والده إلى مبنى مسبيره لدخول اختبارات التمثيل قدم ممدوح عبدالعليم مسلسل أصيلة في بداية الثمانينات ثم شارك في فيلم قهوة الموردي وفي عام 1983 اختار المخرج حسين كمان للمشاركة في فيلم العزراء والشعر الأبيض ورغم تقلقه في بداياته في السينما فإنه كون شعبياته بين الجمهور في أدوار الدراما التلفزيونية حيث سرعان مختاره الكاتب أسامة أنور عكاشة عام 1986 لبطولة مسلسل الحب وأشياء أخرى وبعدها عيد أسامة أنور عكاشة ليمنحه فرصة عمره بتقديم شخصية علي البدري في المسلسل التلفزيوني الشهير ليالي الحلمية ليحقق ممدوح عبدالعليم شعبية كبيرة ويخوض مباراة في التمثيل إلى جوار عمالقة التلفزيون يحيى الفخراني وصلاح السعداني وجيل جديد من الشباب في عام 1998 قدم الفنان ممدوح عبدالعليم شخصية رفيع بيل عزيزي في مسلسل الدوء الشيرد وقدم أيضا شخصية حربي في مسلسل خلط صفية والدير كما يقدم شخصية القائد المسلم طارق ابن زياد في مسلسل الطارق ومسلسل المصروية وغيرها من المسلسلات الناجحة كما تنوعت أدواره في السينما مثل الحرفيش، البريء، كتيبة الأعدام والحب في طبا فكان دوره الأبرز فيه بطل من ورق واللي حقق نجاحا كبيرا وظل عالقا في أزهان الجمهور وقرر الفنان ممدوح عبدالعليم دخول الإنتاج السينمائي بفيلم سامع هوس عام 1991 ليعود لشغف الطفولة في تقديم الاستعراضات مع بداية الألفية وتغير شكل الإنتاج السينمائي قرر ممدوح عبدالعليم الإبتعاد عن السينما بعد أن قدم 30 فيلما معتزلا ما سماه بسينما البهلوانات وركز على الدراما التلفزيونية حتى قدم آخر أعماله السيدة الأولى مجسدا دور رئيس الجمهورية عام 2014 وقال ممدوح عبدالعليم أنه لم يكن مضطرا إلى الإبتزال في السينما وقرر بمحض إرادته أن لا يشارك في أي عمل في إسفاف حتى لا تكون نقطة سوداء تحسب عليه وذلك بعد أن سيطر جيل الشباب الجدد على السينما وخاص ممدوح عبدالعليم بالذكر سمع هص وبطل من ورق كأهم أدواره السينماية ولم يعد يجد نفسه إلا في الدراما ويضيف في حوار سابق أن المشكلة هي أن السينما صارت سلعة وصناعة الفنان فيها مسعر يساوي قدرا من المال وأنه لا يمكنه أن يكون مجرد سلعة حص للفنان ممدوح عبدالعليم على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم أهوة الموردي وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة من مهرجان الأسكندرية وعلى جائزة أخرى عن فيلم العزراء والشعر الأبيض كانت الزيجة الأولى للفنان ممدوح عبدالعليم من الفنان نبيلة قرم وهي فنانة استعراضية ولكن تم الانفصال بينهما وأثناء تصوير مسلسل ليالي الحلمية جاءته دعوة من لندن للقاء تلفزيوني مع الأعلامية شفك المنيري وذهب لإجراء اللقاء في لندن ليتعرف عليها وينبض قلبه بالحب للمزيعة التي لم يعرف في البداية كيف ينطق اسمها وتم الزواج بينهما ورفض الإقامة في لندن مصمما على البقاء في مصر ليواصل شغفه في التمثيل كان الفنان ممدوح عبدالعليم يستعد لتقديم مسلسل عن الموسيقار بليخ حمدي لكنه بعد شهر من التدريب عاد واعتذر عن المسلسل عندما شعر بأنه لن يخرج بالصورة والمستوى قال لزان يلي كان ببليخ حمدي ارتبط الفنان ممدوح عبدالعليم كثيرا بابنته هنا وحكى في أحد البرامج عن رؤية تتعلق بابنته هنا التي رأىها قبل أن تولد بتلات سنوات فرأى ابنته هنا وهي في سن الثالثة تجري نحوه واعتبر ذلك رسالة إلي هي أصبحت يقينا بعد تلات سنوات من جوازه من الأعلامية شفك المنيري وبعد وفاته كتبت زوجته الأعلامية شفك المنيري تفاصيل حياته وأعماله وقصة حبهما في كتاب حمل اسم أيام في بيت المحترم تشير فيه إلى أن الصفة الحقيقية التي اتصف بها ممدوح عبدالعليم هي صفة الاحترام والشخصية التي كانت تشبهه بشكل كبير هي شخصية رفيع بيه مؤكدة أنه لم يكن بطلا من وراء اعترف الفنان ممدوح عبدالعليم أنه ليس من نجوم الصف الأول في مصر وقال أنه بيتهم بالغرور ظلما لأنه يقوم فقط بالأدوار التي يقتنع بها بينما الحقيقة التي تكشفها شفك زوجته في كتابها أنه كان يضع بمكتبه إلى جوار الجوائز تمثالا من الفخار لفلاح بسيط ظل يقول عنه دائما خلوا بالكم من التمثال الغلبان ده داءنا وقالت الأعلامية شفك المنيري أن الكل في العائلة كان بيطلق على ممدوح لقب المحترم وكان سعيد جدا بهذا الاسم ولما كان حد يقابله في الشارع من الجمهور ويقول له يا محترم كان بيبقى سعيد أكتر وكان بيجي يقول له وتابعت قائلة ممدوح كان مهتم أن يطرق سيرة طيبة وأن تكون صفة المحترم ملتصقة باسمه واستطاع أن يكسب حب وأحترام الجمهور في حياته وبعد مماته لذلك كان حريصا على رسالته الفنية فخرج من الدنيا بصيرة طيبة ورسالة أعمال محترمة وكان في حتة الوحده بين أبناء جيله وأكدت أنه كان بيرفض العديد من الأعمال التي يراها لا تناسبه وتفسر ذلك قائلة كان بيختار كويس وكلما نضج كان بيرفض العديد من الأعمال التي لا يجد نفسه فيها هو اختار بمزاجه اختار أنه يعتذر عن أدوار وقال لا يظهر في العديد من البرامج خاصة التي تدفع أموالا كثيرة مقابل استضافة النجوم لأنه يرى أنه فنان بيظهر حين يكون لديه ما يقوله للجمهور حتى أنه تعرض عليه أنه يقدم برنامج بعد ثورة يناير ولكنه رفض وقال أنا مش مزيع وأكدت أن الفنان ممدوح عبدالعليم رفض الحصول على أي مقابل مادي عندما ظهر في عدد من البرامج التي تدفع للفنانين كائلة أتحدى أي حد يقول أنه أخذ أي فلوس مقابل استضافته في أي برنامج وقالت كان صاحب مبدأ وكان لا يرضى عن فكرة المبالغة في أجور النجوم ولم يكن يتقاضى أجرا مرتفعا ولا تهمه مساحة الدور بقدر أن يكون دورا مؤسرا وكلما نضج أكثر كان بيرفض أعمالا أكثر ويدقق في اختياراته لذلك كانت أعماله كلها علامات في تاريخ السينما والدراما وكان مثقفا وقارئا جيدا وقالت شفك المنايري كان ممدوح عبدالعليم برا جدا بأهله ووالده ووالدته ولم يكن يشغلوا عنهما أي شيء مهما تعددت إنشغالاته الفنية ورغم رحيلهما قبل وفاته بثلاث سنوات ظل مداوما على زيارة قبرهم وبرهم بعد وفاتهم توفي الفنان ممدوح عبدالعليم يوم الثلاثة الموافق 5 يناير عام 2016 عن عمر ناهي الستين عام أثناء ممارسة للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ودفن في مسكة رأسه بمحافظة المنوفية ترجمة نانسي قنقر